سؤال آخر وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لماذا قال لا يخرج منك إلى غيرك هكذا جاء في الأدعية الشريفة هذه العبارة مأخوذة من دعاء ليلة المبعث في شهر رجب إنها ليلة السابع والعشرين من شهر رجب وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لماذا قال لا يخرج منك إلى غيرك لأن سنخية خلق الاسم الأعظم تختلف عن سنخية المخلوقات الاسم الأعظم صدر عن الله الله هو الذي خلقه المخلوقات المخلوقات صدرت عن الاسم الأعظم فسنخية الاسم الأعظم سنخية إلهية بنحو مباشر أما سنخية المخلوقات هي الأخرى سنخية إلهية ولكنها بنحو غير مباشر هناك الحجاب الأعظم وهو الاسم الأعظم سنخية هذه المخلوقات سنخية محجوبة بينما سنخية الاسم الأعظم وهو مخلوق أيضاً سنخية نورية فلا يمكن للاسم الأعظم أن يخرج من دائرة الله لا يمكن أن يخرج من دائرته وأن يكون في دائرة المخلوقات المخلوقات لها دائرتها الله له دائرته الاسم الأعظم ما بين الله وبين المخلوقات هو في دائرة الله الكلام تقريبي الكلام تقريبي وهذا واضح إذا ما ذهبنا إلى سورة الأنبياء وإلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وله من في السماوات والأرض المخلوقات ومن عنده الاسم الأعظم هناك فاصل ومن عنده هذه سنخية إلهية وله من في السماوات والأرض المخلوقات التي صدرت عن الاسم الأعظم وما صدرت عن الاسم الأعظم بنحو مباشر وإنما تجلى الاسم الأعظم في مجموعة الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي منابع الخلق الخلقيات مردها إلى الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى هي تجليات الاسم الأعظم الاسم الأعظم هو هذا الذي يقول القرآن عن ومن عنده وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لأن الاسم الأعظم مخلوق لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون والكلام هو هو في هذه الفقرة المهمة من الدعاء المعروف بدعاء التجلي الأعظم هو هذا دعاء التجلي الأعظم وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك سنخية الاسم الأعظم غير سنخية المخلوقات ترجمة نانسي قنقر